في المحاضرة السابقة كنا قد ذكرنا أن التفاوض يعني العملية التي من خلالها يريد أكثر طرفين أو أكثر رصول إلى اتفاق حول موضوع أو موضوعات مختلفة ومواصلة لمن قطع من حديثة اليوم نتحدث عن تأثير الشخصية والثقة على عملية التفاوض ونقول أن التفاوض يعتبر في المقام الأول هو عملية إنسانية بحتة فالمفاوض الناجح ينبقي أن تكون لديه معرفة وإلمام بالاهداف والاحتياجات والرقبات للطرف المقابل له وبالتالي يجب أن يحاول أن يتعرف على الصفات الشخصية للمفاوضين أو للأشخاص الموجودين معه على طاولة المفاوضات لأن السلوك التفاوضي هو جانب إنسان مهم وينبقي أن يكون المفاوض على علم ودراية به الجانب الثاني المفاوض الناجح ينبقي أن يعرف الأهداف والاحتياجات والرقبات للطرف المقابل وهذا يقود إلى أن نقول أن المفاوض ينبقي له أن يدرك أهدافه هو في المقام الأول ثم أن يدرك أهداف واحتياجات وصفات حتى الطرف المقابل له في المفاوضات وعموما يمكننا القول بأن هناك أربع شخصيات لطفة عامة يمكن للمدير أن يواجهها على طاولة المفاوضات الشخصية الأولى أو النمط الأول هو نمط المفاوض القوي والمفاوض القوي هو ذلك المفاوض الذي يهتم بالمهام والنتائج ويبحث عن التحدي والفرص ولديه القدرة على المواجهة واتخاذ القرار والعل هذه أهم صفة من صفات هذا النمط من أنماط المفاوضين وهو المفاوض القوي الذي يمكن أن تواجهه على طاولة المفاوضات النمط الثاني هو نمط المفاوض المقنع وهو اجتماعي أو يتميز بالانفتاح ولديه طموح ويتميز كذلك بالشدة والصرامة لكن تحت غطاء الود واللطف والإقناع النمط الثالث هو نمط المفاوض الواثق وهو يتميز بالجدية وكذلك درجة الاعتمادية يمكن أن تكون عالية بالنسبة لنا على هذا النوع من المفاوضين لأنه جاد في الوصول إلى حل أو الوصول إلى اتفاق ويتمتح هذا النوع من المفاوضين بأنه يقاوم التقيير المفاجئ ويشيع الارتياح يشيع الارتياح على طاولة المفاوضات لأنه زي ما قلنا مثل ما قلنا أنه يسعى إلى الوصول إلى اتفاق لأنه جاد وكذلك هو واسق من نفسه ويستمت هذه الثقة من ماضيه في عملية اتخاذ القرار من تجاربي النمط الرابع بالإضافة للأنماط الثلاثة نحن ذكرناه قلنا المفاوض القوي الذي يهتم بالمهام والنتاج ولديه القدرة على المواجهة واتخاذ القرارات والمفاوض المقنع والذي ينفتح يتميز بالانفتاح والاجتماعية والمفاوض الواثق الذي يتميز بالجدية وأخيرا المفاوض المتردد والمتفاوض المتردد هو عكس النمط السابق نمط المفاوض الواثق لأن ذلك يتميز بالثقة والجدية وهذا يفتقر إلى الثقة ودائما هو يحتاج إلى غطاء يحتمي به وهو انطوائي للأسف ومتردد ويفشل ويتصدع تحت عملية الضغط في المفاوضات فهو نمط المفاوض المتردد وقدرة المفاوض على معرفة الأنماط الأربعة والتمييز بينها بنعكس بالتأكيد إجابا على نجاح عملية المفاوضات أو نجاحه في القيام بعملية المفاوضات وكذلك نتحدث اليوم عن خطوات عملية التفاوض أول هذه الخطوات هي مرحلة الإعداد للمفاوضات هذه المرحلة من أهم المراحل لأنها مرحلة تعتبر أساس تنبني عليه بقية المراحل في هذه المرحلة يبدأ المفاوض في جمع المعلومات ومرحلة وضع أساس لعملية التفاوض لذلك تسميت بمرحلة الإعداد يقوم كل طرف الاستعداد لعملية التفاوض عن طريق جمع المعلومات الضرورية عن الطرف الآخر سواء كان من ناحية التاريخية من ناحية السلوكية من ناحية نمطه من الأنماط السابق للذكر في الشريح السابق ثم تليها مرحلة تقييم البدائل ويجب على كل طرف من أطراف التفاوض أن يحدد نقطة ما هو مقبول حسب وجهة نظري أي ما هي البدائل المطروحة أو البدائل التي يمكن أن يصل إليها لذلك نقول أن يجب على كل طرف من أطراف التفاوض أن يحدد المقبول من وجهة نظره ويحاول أن يحدد مجال الاتفاق ومجال الاتفاق نعني به المساحة التي يمكن أن تكون مقبولة لطرفي التفاوض للوصول إلى اتفاق هذا يسمى بمجال الاتفاق وهو مساحة يمكن أن يلتقي فيها الأطراف المتفاوضة ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة من خطوات ومراحل التفاوض هي مسألة الوصول إلى اتفاق مرضي بالنسبة للأطراف المتفاوضة وفي هذه المرحلة يتم تحديد الاهتمامات المطلوبة التي يسعى كل طرف إلى إجباع اهتمامات الآخرين ثم بعد ذلك تلي مرحلة تحديد الاهتمامات مرحلة المقايضة والمصالح المشتركة بين كل طرف من أطراف الصرع عموما أحد الطرق لتقييم المقايضة هو البدء بتحديد أسوأ وأفضل النتائج المحتملة ومن ثم وصف ما يمكن أن تعكسه المقايضة من مزايا وهذا يدخل في إطار تحديد الاهتمامات وتحديد البدائل ثم تليها دراسة العلاقة بينما يمكن أن نحققه من فوائد على الأطراف الأخرى الداخلة في مسألة المفاوضات وبالتالي ضمانا للتوازل أو للوصول إلى اتفاق مرضي للأطراف وهناك استراتيجيات يمكن الليولهم في عملية التفاوض وهما استراتيجيتين استراتيجية أولا تسمى باستراتيجية الكاسب خاسر أو الكاسب الخاسر win and lose وهذه الاستراتيجية هدفها جعل الطرف الآخر ينصع أو يزعن للطرف وبالتالي نقول أن هدفها الأساسي هو جعل الحل يميل إلى طرف دون طرف آخر لذلك سميت الكاسب الخاسر وفي هذه الاستراتيجية يؤثر المفاوض على الطرف المقابر في بناء تقديره للاتفاق المقبول والمعقول ويحاول أن يقنع الطرف الآخر بالتناذل عن بعض المكاسب لصالحه في هذه الاستراتيجية أيضا كل طرف يضع شروطه في البداية وتكون هذه الشروط أو تتصف لأنها متصلبة ولكنها ليست نهائية ثم يقيرها بناء على مقترحات وردود الطرف الآخر أو رأي الطرف الآخر حول هذه الشروط ثم بعد ذلك يميل كل مفاوض للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن أفضليات الطرف الآخر وفي المقابل أن يعطي أقل قدر من المعلومات للطرف المفاوض حتى قد يصل الأمر إلى إعطاه معلومات مضللة هذا يعني أن يقوم الطرف باحتفاظه بمعلوماته أو إذا أعطى معلومات عن أفضلياته يعطي معلومات غير حقيقية أو معلومات يمكن نسميها معلومات مضللة ثم الاستراتيجية الثانية هي تسمى باستراتيجية حل المشكلات وهذه الاستراتيجية تقوم على نفس الأساليب المستخدمة في حل المشاكل بين المجموعة وتقوم على تعريف المشكلة ومحاولة تشخيص أسبابها وبعد ذلك البحث عن بدائل أو حلول مناسبة ترضي طرفي النزاع لذلك سميت باستراتيجية حل المشكلات لأن في هذه الاستراتيجية يتم وضع المشكلة ومحاولة الوصول إلى حل جماعي لهذه المشكلة أي بين كل أطراف النزاع والاختلاف بين الاستراتيجيتين يمكن أن نضعه في الجدول الذي يصهر أمامكم في الشاشة ونقول أن استراتيجية الكاسب خاسر فيها يسعى المفاوض إلى هدفه الخاص بينما في استراتيجية حل المشكلات يتم وضع المشكلة بصورة جماعية وليسعى كل طرف إلى الوصول إلى حل هذه المشكلة وفي استراتيجية الكاسب خاسر يتم إزعان وإجبار الطرف الآخر إلى الطرف الذي يحاول أن يسيطر عن موقف ولكن عكس ذلك في استراتيجية حل المشكلات إذ أن كل الأطراف تحاول إلى الوصول إلى حلول للمشكلة دون إزعان الطرف الآخر هنا يتم اللجوء إلى سلوك المفاجآت وهنا كل الأمر يسير بكل وضوح للوصول إلى حلول مقبولة للطرفين هنا لا يصهر رغباته ويضل إلى الطرف الآخر مثل ما ذكرنا في توضيح استراتيجية الكاسب خاسر قلنا أنه يسعى إلى أن يضل إلى الطرف الآخر ولا يعطي معلومات كاملة للطرف الآخر عن أفضلياته وهنا هناك كل شيء واضح ويصهر رغباته وفضلياته بوضوح كل طرف وهنا يتم ممارسة القوة على الآخرين وهنا يحاول إياد التوازن للقوة دون فرض قوة أو إرادته على الأطراف المتفاوضة هنا يكون في تزييف للمعلومات في استراتيجية الكاسب خاسر هنا يكون المعلومات كلها على الطاولة ويتم إعطاء معلومات صحيحة في استراتيجية الكاسب خاسر يتم الليوء إلى التهديدات وبينما في استراتيجية حل المشكلات يتم تجنب التهديدات في استراتيجية الكاسب خاسر يكون في تصلب في المواقف بينما في استراتيجية حل المشكلات يكون هناك مرونة واتفاق أو هناك يبدأ كل طرف لإمكانية التنازل عن بعض الشروط الوصولة للأهداف أي أن هناك مرونة وهنا يكون هناك إصهار للتعاون لاستقلال الطرف الآخر أي في ظاهر الأمر يكون في تعاون ولكن في باطنه يكون استقلال الآخرين بينما هنا يتم الاعتماد على الثقة وبناء الثقة والهدف من ذلك هو الوصول إلى تعاون بين جميع الأطراف لحل المشكلة باستراتيجية الكاسب خاسر آخيرا نقول أنه يتم ممارسة الضغط من الأطراف للوصول إلى المكاسب بينما هنا يمكن الاستعانة بطرف آخر للوصول إلى اتفاق وأي استراتيجية هنا لحل المشكلة يمكن الاستعانة بها خلاف استراتيجية لحل المشكلة لحل المشكلة للكاسب وتعتبر هاتين الاستراتيجيتين مانع كل منهما للأخرى فحين يستخدم أحد المتفاوضين الاستراتيجية فإنه يؤثر على الاستراتيجية المتبعة من جانب الطرف الآخر أشكركم على حسن الاستماع وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته